خلينا ناخد اه اختياراتنا وبعد كده في الاخر نعلن فريق الاسبوع يلا بينا نبدأ باجمل الاهداف تلات اهداف مفيش اجمل من كده المركز الثالث كان هدف امر السعيد المركز الثاني كان هدف عبدالشاد حسين الهدف الاول كان هدف احمد رفعت طيب نروح للقفاز الزهبي والانقاذات تلات انقاذات كانت هامة جدا لأحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري في ديئة 42 وحافظ على النقطة لصالح فريقه وعلي لطفي في مباراة الاهلي امام البنك الاهلي في ديئة 73 وحافظ بيه على تقدم الاهلي بهدف ومحمود جنش حارس مرمى فيوتشر امام الاتحاد كانت النتيجة هتبقى اربعة اتنين لكنه انقاذ الهدف لكن النتيجة انتهت في النهاية لصالح فريق الاتحاد السكندري اللي قدم عرضا رائعا وفيوتشر ايضا اللي اتنين قدموا الحياة عرضا اكتر من رائع واكتر من جميل لكن من كان السوبرستار للاشبوع التاني او الجولة التانية في الدورة العام نشوف موسيقى موسيقى كل التحية اولا لامبي لانه الحقيقة كابتن حلم طولان كل يوم بيثبت انه مدرب من العيار الثقيل مش محتاج شهادتي يعني لكنها زيادة تأكيد والفريق امبي اللي فاز في مباراة جميلة ايضا على المقالون العرب تلات اهدف مقابل هدفين وكاد المقالون ان يعود بعد ما سجل هدفين بعد ما كان متأخر بثلاثية لكن جون ابوكا لعب امبي الحياة ومن لعبين التقال جدا سجل هدفين وقاد فريقه الانتصار هام جدا فحاز اللقب لكن الكوتش الحقيقة كان مفاجأة ترى كان كارترون ولا كان مسماني ولا كان مين ولا مين ولا مين تعالوا نشوف لانه كان مفاجأة موسيقى 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 من هنا بوجه التحية لاتنين يعني الاولاني وهو مجموعة وهي ادارة نادي المقصة اللي خسرت بصعوبة جدا امام بيرامز اتنين واحد وعملوا مباراة وكادوا ان هما يخرجوا بنقطة تعادل والمباراة التانية اللي فاجأوا الجميع بالفوز على الجنة وحيدلوكوا الهدفين تاني بتوع المقصة في الجنة المقصة كل الفريدة قال لي السيد وليد هودي ان هما صرفوا عليه 15 مليون جنيه يعني نص حق لعيب في احد الفرق الكوبرا يعني ف15 مليون جنيه بيعمل فرقة بيخسر بصعوبة من بيرامز اتنين واحد وبيفوز على الجنة الفريق المستقر جدا 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 بهدفين مقابل لشيء يا ريتا نصرت عندنا الجنين مرة تانية يعني بعتقد شيء اكتر من رائع واكتر من جميل لانه ليه بعيد الاجوان كمان لانه اللعب كمان كرة فيها لعب جماعي وفيها مهارة وفيها 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 وبالتالي قدروا انه يفوزوا انه يسجلوا وانه يحصدوا ثلاث نقاط كاملة وما فس بهدف واحد بس لا ده فس بهدفين كمان فالامر الحقيقة يستحق التحية والاشادة والتقدير خلي بالحضرتك يعني في شغل راجل ماشي وراه ناحية اليمين وراه يعمل عرضية وراجل متابع وجاب الهدف التاني فالتحية للإدارة ثم التحية للكابتن تامر مصطفى لانه تامر قرر انه ياخد المغامرة وياخد الرزق وانه يبقى يعني رقم وكسبان واخد ثلاث نقاط كل التحية للكابتن تامر مصطفى طيب ناخد فريق الاسبوع ايضا حرس مرمى المقصة محمد مجدي والله بحقي الولد ده لانه خرج من الاسماعيل الناس يقول لك خلاص الدنيا ظلمت راح للمقصة وخد مبلغ قليل لكن عايز يثبت وجوده وبالفعل بينجح للمبارات التانية على التوالي بياخد يعني احسن حرس في هذا الاسبوع اكرم توفيق احمد سامي من بيرامدز احمد صبيحة من المقصة سحق يعقوبه من البنك الاهلي رقم الخسارة امام الاهلي لكن عمل مبرارة رائعة حمدي فاتحي من النادي الاهلي احمد عفيفي من غزل المحلة احمد رفعت من فيوتشر احمد سيد زيزو من الزمالك مابولولو من التحاد سكندري وجين ابوكا من نادي امبي دي كانت كل اختياراتنا اعزائي المشاهدين